السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكم يا اصدقائي في فيديو جديد من قناة دروس انجليش ان شاء الله النهاردة هنشتغل معاكم مانهي كناكت الصف الثالث الابتدائي الترم الاول من كتاب استابقهد وصلنا اليونت سري وان شاء الله النهاردة هنبدأ في لسون سري قبل ما تبدأوا الفيديو يا ريت تدعمونا بلايك وكمنت الفيديو سبسكرايب للقناة عشان يوصل لكم كل جديد لو لسه مشتركتوش نشوف اهم الفوكابلوري معنا ماجنت 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 يعني مغناطيس نورسبول 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 يعني قطب شمال اتراكت 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 يعني يجذب ساوسبول الساوسبول اللي هو القطب الجنوبي ساوسبول يبقى بول هنا بمعنى قطب ونورث وساوس شمالي وجنوبي ريبيل 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 يعني يبعد أو يصد يعني ينفره من بعض أوكي بول توجيزر بول توجيزر بول توجيزر يعني تنجذب لبعضها دول بيبعدوا دول ايه بينجذبوا لما يكون النورث عند النورث ما ينجذبوش ولما يكون الساوس عند الساوس ما ينجذبوش لازم الكتبين يبقوا مختلفين الساوس عند نورث ونورث عند ساوس Metal Objects Metal Objects Metal Objects يعني أشياء معدنية Pushaway 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 يعني يتنفره عن بعض تتنافر عن ايه بعضهم الجزء اللي بعد كده هنا بيقول الماجنت بيجذب إيه الأشياء المعدنية هنا بيقول لنا أي مغناطيس اللي هم إيه النورس بول والساويس بول النورس بول اللي هو القطب الشمالي طب والساويس بول اللي هو القطب الجنوبي النورس بول أتراكتس زى الساويس بول النورس بول بينجذب لإيه للساويس بول يعني إيه بينجذبوا إيه لبعضهم البعض يعني لما يكون القطبين نفسهم جنب بعض بيحصل بينهم إيه ريبيل زى بوشاوي بيبعدوا عن بعض بيتنفروا اكسرسايز على لسن سري هنبدأ في اكسرسايز سري على طول القبل كده سابلاي انتم ممكن تحلوا لوحدكم هنا بيقول لنا المغناطيس لي كان بولز لكطبين نورس بول وساويس إيه وساويس بول طيب زى نورس بول أتراكتس زى ساويس إيه زى ساويس بول القطب احنا قلنا لازم يكونوا مختلفين عشان يحصل أتراكتس بينجذبوا البعضهم لما بيكونوا القطبين متشابهين بيتنفروا زى بوشاوي بيتنفروا عن ايه عن بعضه هنا بيقول لنا المغناطيس أتراكتس بلاستيك أبجيكتس غلط لإن احنا قلنا هو أتراكتس إيه ميتل أبجيكتس يعني هنا ده رونج طيب المغناطيس هى سري بولز قلنا المغناطيس ليه تو بولز بس هتبقى رونج زى نورس بول أتراكتس زى ساويس بول رايت عشان إيه النورس أتراكتس ساويس الاتنين لازم يكونوا مختلفين زى سيم بول زى ريبيل صح بيحصل بينهم إيه ريبيل يبقى رونج رونج رايت رايت هنا بيقول لنا سيركل زى سينجز واتش زى ماجنيت أتراكتس هنعمل سيركل هنعمل دايرة على الحاجات اللي ممكن المغناطيس ينجذب ليها طبعا احنا قلنا الميتل أبجيكتس أول حاجة هنا معنا البوتل لا الخيط طيب طبعا ميتل أبجيكت هنعمل عليها سيركل النيل المصمار ميتل أبجيكت سيركل عندنا هنا اي تاني السيسرس المقص نعمل هنا رايت عندنا هنا كوين الجنيه معدن رايت يبقى هنا هناخد بيبر كلابس ونيل وكوين وسيسرس هنا بيقول لوك انكمبليت لوك انكمبليت هنا دول بيعملوا ايه؟ هاا دا بيعمل ايه ودا بيعمل ايه؟ الصورة هنا بتوصف ايه؟ هنا ببول وهنا ببوش ده بيزق وده بايه بيسحب بول بوش طيب هنا ده ايه وده ايه ده نورس بول وده ساوس بول قطب شمالي وقطب جنوبي اللي بعد كده ده نورس مع ساوس هيحصل هنا ايه هيحصل هنا اتراكت طيب نورس مع نورس هيحصل ايه هيحصل ريبيل هيحصل تنافر هيبعده عن بعض يبقى هنا عشان القطبين مختلفين هيبقى هنا اتراكت لكن هنا هيبقى ايه هيبقى ريبيل نيجي بقى في لسون فور نشوف اهم الفوكابلوري اللي معنا في لسون فور لسون فور هنا بيقول لنا ثينج 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 يعني يغني سبيس 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 يعني فضاء فاشنج 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 سيد كينج 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 ملك لفنج روم لفنج روم لفنج روم يعني حجرة الجلوس قلنا هنا سبيس فضاء سبيدر عنكبوت سبورتس رياضات سبيك يتحدث سبيك يتحدث هنا معنا جبشين 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 يعني مصري ليرن 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 يتعلم سوام 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 يسبح او يعوم ايت ايت يعني يأكل هنا بيقول لنا exclamation mark exclamation mark exclamation mark يعني exclamation mark يعني علامة التعجب علامة التعجب طيب انت بحط علامة التعجب دي بنستخدم علامة التعجب عشان نظهر شعور قوي او التأكيد على معنى الجملة عارف اكتنا كده اتفاجأت يبقى strong feeling شعور قوي انا احب ايه قطتك نشوف هنا exercise على الexclamation mark نشوف عشان نأكد ايه ان احنا فهمنا هنا بيقول لنا complete the sentence with a period نقطة a question mark او question mark or an exclamation mark علامة التعجب النقطة بنحطها في الجملة الخبرية اللي هي الجملة العادية خالص question mark في الجملة الاستفامية وقلنا علامة التعجب بنحطها في جملة نأكد بها عن معنى او بنأكد بها شعورنا القوي اتجاه شيء معين i feel very angry انا حاسس بجوع بأكد على شعوري بجوع يبقى هنا ايه exclamation mark طيب انا مصري جملة خبرية عادية جدا هنحط في الستوب period طيب what's the matter طبعا what's the matter ده سؤال يبقى فيه هنا question mark what's your name question mark لان ده سؤال ما اسمك i'm very excited very excited اكدنا على ايه ان احنا excited يبقى فيه هنا ايه exclamation mark what time is it طبعا question mark she learns english at school جملة خبرية عادية جدا هنحط في الستوب it's a half past two it's a half past two جملة برضو عادية جدا في الستوب it's very good it's very good بيأكد على انه very good يبقى هنا ايه exclamation mark i don't like pop music i don't بيأكد على شعوره بعدم حبه في موسيقى البوب i don't like pop music هنحط ايه exclamation mark اوكي وبكده نبقى خلصنا lesson three و lesson four لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعمونا بلايك و كومنت و شيل الفيديو و سبسكرايب لقناة عشان يوصل لكم كل جديد